موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم أهلا بكم ولقاء جديد مع مورا الأحداث على تنهاردة الاثنين تلاتة عشر ستمبر عشرين واحد وعشرين الحقيقة ملف اختفاءات الفتيات يعني عاد من جديد وكل يوم دلوقتي برضو كل شوية بنلاقي اختفاء لفتاة جديدة أو مناشدة من أسرة فتاة لسا ما زالت متغيبة عندنا نهاردة اختفاء جديد لريني عزمي ريني عندها تمانية وعشرين سنة متزوجة ما عندهاش أطفال هي تغيبت من يوم السبت الساعة أربعة وأربعة ونص والحقيقة يمكن برضو احنا حاولنا نتواصل يعني غالبا احتمال يكون خلافات أسرية بس نتمنى ما يكونش أكتر من كده يعني وتكون يعني ترجع لبيتها يا رب ان شاء الله وده كان على حسب يعني تصريح لزملاتنا في العداد من واحد من حد من تقريبا أخوها أو حد من قرائبها بنصلي من عودة ريني وانه ربنا يعني زي ما بنقول كده يعني يدي السلام لكل الأسر المسيحية وكل الأسر يعني آآ بالنسبة لفتاة أخرى كانت مختفية من فترة وهي مارينة وحيدة عزت قسرتها نشدت آآ الحقيقة نشدت المسؤولين ونشدت مكتب مباحث آآ الزاوية رئيس مباحث الزاوية الحمرة بالاهتمام آآ مارينة عندها اربعة وعشرين سنة من القاهرة بتدرس بجامعة البنات مصر الجديدة سنة ثالثة آآ الحقيقة هم آآ عملوا استغاثة وجهوا كلامهم لرئيس مباحث الزاوية الحمرة انه يهتم بالحالة هم قالوا ان مكتب المباحث الحقيقة ومكتب الاسم يعني واسم الشرطة الحياة في النزق بيتمايز بالنزاهة وانه ما فيش اي اغبار عليه واستغاثوا بالمسؤولين آآ بيفكرهم برضو ان هم عاملين محضر من تاريخ عشرة يوليو وكان فيها اشتاج مارينة وحيد لازم ترجع وكل ده الحياة كانت محاولات والغاية دلوقتي ما عرفوش اي حاجة عن بنتهم وبيناشدوا رئيس مباحث الزاوية الحمرة انه يهتم ويديهم اي معلومات آآ يعني او يعيد بنتهم آآ اليهم ملف الاختفاءات ده ملف محتاج ان احنا نصلي باستمرار ويعني آآ ربنا كده يعني زي بنقول يدي السلام لكل الاسر مش بس كزوج وزوجة ولكن ايضا كل الاسر بالنسبة للحالات الاختفاءات دي زي بنقول النفس الشبعانة تدوس العسل فارجوك ويعني انه يكون فيه اهتمام واحتواء للبنات والزوجات وربنا ان شاء الله يعني يهدي كل الامور كده ان شاء الله بنصلي من اجل عودة كل اللي احنا بنعلن عنهم وكمان غيرهم اللي برضو مختفيات آآ عن بيوتهم ربنا يرجعهم بألف سلامة آآ يمكن برضو احنا اهتمينا بالموضوع او كان انتشق منتشر جدا الموضوع بالنسبة الخاص بالبلوجر آآ ايفون نبيل وان هي بعد ما كانت استغاست بالنسبة لانها محبوسة والكلام ده كله فهي نزلت فيديو بتكلم بتكلم فيه يعني ان هي كان فيه ضغط وان هي مش تقرر الموضوع ده تاني وبرضو كان فيه رد من آآ زوجها او توضيح للامور بالنسبة يمكن انا قلت لحضراتكم ان اي امور بتحصل واي حاجة بتنتشر لازم بيكون نسمع من الطرفين او نشوف الطرفين ايه وفي النهاية يعني دلوقتي يعتبر كلامها فيه تراجع آآ لحد كبير نسمع جزء من كلامها وايضا هنشوف برضو الزوج كان ايه تعاليقوا على الامور دي. انا طبعا يعني في حاجات كتير ما قلتهاش من اللي انتم كتبتوها بس انا حبطا منكو علي انا في امان انا وبناتي آآ عند اهلي. الحمد لله الدنيا مش بشكل منتظم آآ دي هات كتير اوي كلمتني ناس كتير مهتمة بالموضوع بشكر كل اللي اهتم بالموضوع بشكركم قبل اي حد كنت مستنية السند والدعم منكو وقدمتهولي آآ مش قادرة اتكلم استيلي حد الوقتي بس ما كانش ينفع ان انا مطلعش اطمن الناس لان الدنيا مقلوبة فانا قررت زي ما طلعت لكو هنا وقلقتوكو علي فانا طلع بطمنكو علي انا كويسة الحمد لله انا وبناتي خلاص الموضوع بقى مع جهات مختصة وناس متوليين الموضوع كتير اوي مش حابة اتكلم خالص في الاعلام عن اي حاجة مش حابة اتكلم تاني عن اي حاجة شخصية تخصني خلاص ده كان انفجار انفجار بعد ضغط كبير اوي ويمكن كان خوف ورعب مني كنت خايفة وطلعت عملت الفيديو ده كنت مضغوطة مم ما كانش قدامي ساعتها حل من وجهة نظري او تفكيري غير ده لو انا قعدت فكرت اكتر ما كنتش عمالة اي ممكن هي بتقول انها واضح ان هي تسرعت طبعا في العمل هدو ده لانه بالتأكيد ليه تبعات كتير هتكون يعني صعبة الاستاذ مينة محروس ايضا زوج ايفون كان عمل تسجيل صوتي ونفى فيه كل يعني تقريبا كل الكلام اللي تقال بالنسبة لانها كانت محبوسة والكلام ده كله وانه ما كانش فيه اي حاجة خالص ولا حبس ولا انه كان كل الحكاية انه كان واخد منها اللاب والتليفون بتاعها على اعتبار انه هو الخلافات اللي بينهم كلها بسبب ظهورها في الفيديوهات والكلام ده كله وانه برضو هو كمان ما كانش يتمنى انه تحصل كل الامور دي ولا انه الموضوع يتطور للامر ده وبيوجه برضو رسالة بانه آآ ياريت اي خلافات تكون بين اي زوج وزوج ما تبقاش على الملأ كده وبالمنظر ده لانه بالتأكيد بتكون لها تأثير هم عندهم بنتين بتكون لها تأثير على الولاد واكتر حاجة يعني ممكن انا برضو حبيت ان احنا نتكلم عن الموضوع ده بشكل سريع كده النهاردة لانه يعني محتاجين ان القسر يكون عندها حكمة ومحتاجين ان الزوج وزوجة مفيش بيت مفيش خلافات بس لازم يكون بيتوجهوا للاماكن الصحة وللكاونسلر او المشورة والاطباء النفسيين او او المخبصين بالنسبة لمشاكل الاسرة لكن ما تبقاشوا الامور طبعا على الملأ كده وعلى العام لانه تأثير الامور دي بيكون صعب على كل الاطباء على فكرة مش على طرف واحد عليها هي على الزوج على البنات يعني على كل الاسرة الحقيقة برضو نسمع الجزء من يعني سريع كده من كلام برضو الاستاذ آآ مينة على اعتبار زي ما احنا بنتفقين احنا بنحاول برضو يعني يعني نوضح الامور كلها من وجهتين من وجهات النظر المختلفة زي وزي اي موضوع وهنا الموضوع احنا جايبينه كموضوع عام بالنسبة لانه يدي درس لأي قسر عندها اي اخلافات ارجوكوا ما تعملوش تصرفات دي فيش داعي ابدا ان الامور توصل لانه تكون على العام بالشكل ده وانه المفروض ان البيوت يعني زي ما دايما بيتقال ليها حرمة وانه المفروض ان احنا برضو في امور تانية كتير ويكون في حكمة وتفكير قبل اي خطوة نحسب حساب الخطوة اللي احنا نعملها دي ممكن تؤدي لايه? انا مينا محروس اه زو الاستاذة ايفون اه التداوالة فيديو الاستغاثة اه اليومين الفاتحة حقيقة انا اه كنت رافض ان انا اه اه امبت المدخلة او اه بتسجيل او بفيديو او حاجة اه من هذا القبيل اه لان اعتقادي ان ده الموضوع بسيط يعني وهيعدي اه زوبعة في انجام كده وموقف متهور وخلاص على كده. لكن لما انا بدأت اشوف وابص على على السوشيال ميديا ولاقي الناس اه عملة تقول تم القبض عليه وتم احتجازه وتدخلت بعض السلطات وتعاملت الاجهزة وجات اه انقاذة ايفون الحقيقة ما فيش الكلام ده ما حصلش خالص لان ما فيش انا ما ما ارتكبتش اي جريمة او اي تهمة موجه لي خالص ايفون اه طلعة لا هي مضروبة ولا هي مهانة ولا هي متعورة ولا اي حاجة اه وعندي فيديو اه اه بيصور العمارة من اه من عندما ادخل العمارة ومامتها كانت عندنا واسة اللي بتساعدنا في البيت تنظف كانت عندنا انا كل اللي عملته ان انا اخدت منها الموبايل واللاتوب وقتلها مفيش الكلام ده لان ده كان اتفاق مع اهلها لان انا كنت معترض على الطريقة المتازلة اللي هي بتقدم بها الفوديوهات لكن انا مش معترض على اه شغل ايفون انا مش معترض على اه اه طبيعة عمل ايفون لكن انا معترض على المحتوى اللي بتقدم ايفون معترض على الظهور بيتي على المشاع وبناتي طب ليه احنا مش في حاجة للكلام ده ومس صح الكلام ده واعتقد ده حق يعني في النهاية اه يعني طبعا الفيديو موجود والردود كلها والدنيا يعني بنتمنى هدوء بنتمنى من كل قلبي للأسرة دي بالتحديد انه تعود المياه لما جريها والاي أسرة تانية وزي ما احنا بنتكلم وبنقول انه فيه امور لو ما كانش فيها حكمة بتؤدي الى مشاكل وتصعيد اكتر اللي بيوصل لمرحلة انه الكل بيدفع تمن غالي فيها لو حصل يعني احنا مفروض الاسرة المسيحية يعني معروف اه انه يعني ده الزواج المفروض اللي بيستمر العمر كله وخصوصا برضو اتمنى انه برضو اي زوج زوج عندهم خلافات وعندهم ولاد يبصوا لأولادهم يبصوا لمصلحة أولادهم قبل اي شيء اخر وتكون هي الاولوية البيت والاسرة والاطفال مش اي حاجة تانية تكون قبل لا للزوج ولا للزوج يعني مش الشغل والظهور في الفيديوهات والدنيا دي كلها تكون اهم من استقرار قصرتي وبيتي ولادي وان انا يعني انه اي زوج زوجة بعد كده بتكون رسالتهم الاولاد انه انتو بتبنوا في الاولاد وبتستسمروا فيهم وانه عايزين تطلعوهم سويين واعتقد ان حاجات لزي كده بالتأكيد بتأثر بشكل كبير ربنا يدي سلام لكل وصارنا يعني بلا استثناء. بالنسبة لأمور كورونا والحقيقة انه تم التأكيد من قبل برشية المحلة بانه نيافة الانبا كراس اسكو في المحلة اصيب بفيروس كورونا وكاتبين عن البيان نزل بيان من المترانية برضو. علشان خاطر يبقى الامور كلها ممكن نشوف برضو البيان. هم قيلين انهم من يوم الخميس تمانية سبتمبر وانه هم الحقيقة ببردو البيان برضو نازل فيه شكر الاطباء المحلة الكبرى في تدخلهم ورعاية اسكوفنا المحبوب الانبا كراس حيث تأكدت اصابت بكافيد ناينتين يوم الخميس تمانية سبتمبر وبنتقدم برشية يعني بتقول بنتقدم بالشكر لكل الاباء والشعب المحب الكنيسة متابعة الحالة الصحية لسيدنا الانبا كراس وبتعلن انه الحالة الصحية في تقدم ملحوظ بصلواتكم يتمثل للشفاء في القريب العاجل الرب قادر ان يرفع الوباء ويحافظ على بلدنا ونصلي من اجل سلام الكنيسة وده من مترانية المحلة الكبرى وتوابعها بنصلي من اجل نيافته وكان هو برضو الحقيقة كان طلع كان فيه برضو رسالة تمانينة من نيافة الانبا كراس بيتمن فيها الناس على صحيته الحقيقة وطبعا اليومين دول فيه انتشار كبير قوي لموضوع كوفيد ناينتين وسلالة الدلتا ودلتا بلاصفه مصر بالتأكيد او بالتحديد لكن فيه جانب ايجابي برضو ان الاعراض احيانا بتكون مش جامدة جدا وبردو بنشجع الكل على انهم ياخدوا اللقاحات نسمع جزء بسيط من طمقانة الانبا كراس عشان برضو اللي لسه القانينة عليه باسم الاب والابن ورح القدس الاله الواحد امين نشكر ربنا على كل حال شكرا لكل الاب على صلواتكم نشكر ربنا انا كويس وابا كويس بسرعة اكتر من العادي يعني شكر لكل طباء المحلة اللي جاموا اللي بعتوا رسائل عمليا انهم عايزين يساعدوا كده. انا كويس نشكر ربنا. صلواتكم يا اباقي انا كويس فعلا كويس جوي. هكمل شوية بس لغاية ما الدنيا تيمشي. شكرا ليكم. نشكر ربنا. بنصلي من اجل الشفاء ان ربنا يتم الشفاء اللي نيافة الانبا كراس واي حد مصاب بالكوفيد ناينتين او فيروس كورونا وانه برضو بنتمنى ان الكل ياخد باله وزي ما كلنا بنقول قبل كده كلك ناقص والابرشيات والقديرة. كل ما كان منهم كان مطلع بيانات جديدة بخصوص برضو الاجراءات الاحترازية بالنسبة للانتشار وفيه كنايس عمل التاني انه ما بقاش فيه قدسات حضور قدسات غير بالحجز المسبق. اه فيها افعاليات كتير او خدمات كتيرة اه اتلاغت في اكناس كتير. فطبعا كل مجموع كل شعب تابع ابرشية او تابع كنيسة يتابعوا برضو الامور الخاصة بكنستهم وياريت الكل يلتزم الكمامة من فضلكم والتباعد الاجتماعي. وان شاء الله ربنا يعدي الفترة دي والموجة الرابعة على خير بالنسبة لمصر. والارعداد على فكرة بتزيد كل يوم. ونتمنى انه يعني احنا برضو يمكن عندنا احداث كتير كورونا متأجلة شوية لاخر الفايل. لكن باذن الله نقدر برضو نديكم فكرة عن انه يعني باختصار الاعداد كل يوم بتزيد في مصر وفيه تحذرات كتيرة برضو في اماكن كتير يعني ربنا يحميك جميع. بالنسبة برضو الكنيسة الابطية بنيورك والاسكندرية توضع القسم ميخايل عياد عن عمر سبعة وستين عام. آآ تنيح وهو كاهن كيس القديس العدراء مريم والقديس العظيم ماري جيرجس بستاتن ايلند في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. وبالفعل تم صلاة الجناز عقب القداس الالهي بالكنيسة. وكان بحضور ومشاركة لفيف من كهنة آآ نيويورك. آآ بنقدم العزاء لأسرة المتنيح وشعب وشمامسة الكنيسة. وايضا كل آآ اصدقاء وكل آآ محبي. آآ اول ما حول اخبار او اهم اخبار مسيحية العالم فباكستان في مصلحون اطلاقوا نار على كنيسة ومنازل المسيحيين. مازال برضو عندنا باكستان ونيجيريا والصين وبعض الدول اللي متعارفة نهاية للأسف بتتهد المسيحيين مستمرين كل شوية والتانية من بنسمع اخبار المزعجة من عندهم يعني. في مجموعة من المسلحين المدججين بالرصاص في آآ باكستان. اطلقوا الرصاص آآ على آآ كنيسة ومنازل كنيسة ومنازل المسيحيين. ادى الى اصابة اربعة مسيحيين على الاقل بينهم امرأة حامل في الشهر السادس. وده حصل في مدينة لهور الباكستانية بنصلي من اجله. كمان في آآ في بقى في الموصل آآ عادة نواقيس او اجرس الكنائس لتدق مرة اخرى. وكان آآ في من الكنائس اللي عادت فيها آآ يعني النواقيس دايما بيسموها في العراق. كنيسة مارتومة. آآ النقوس صنعة في لبنان وزنه ماتين خمسة وتمانين كيلو جرام. وكان في فريق ملحددين من الموصل قاموا بنصبه في برج الكنيسة اللي هو زي ما انتم شايفين كده الجرس. وده حاجة جميلة جدا. بعد طبعا المعاناة اللي عانوها مسيحيين النينوة ومسيحيين الموصل. ان شاء الله تعاد كل الكنائس. وايضا تعاد الصلوات في كل الكنائس. وربنا يبعد عنهم طبعا داعش وهجمات داعش المستمرة الى الان. اما في الصين فالشرطة دهمت مدرسة موسيقى مسيحية واعتقلت مدرها. ومازال برضو الصين بالرغم انها كانت لسه بتدعوهم ان هم يصلوا عشان ذكر حاجة ليه علاقة باليابان. آآ مفيش فايدة برضو. للأسف اعتداء او دهمت السلطات الشيوعية. في احدى المقطعات السينية مدرسة موسيقى مسيحية واخدت عشرات الطلاب والمدرسين للتحقيق معهم. طب هي ايه جريمتهم يا جماعة? المهم يعني ان هم اعتقلوا اكتر من مئة طالب ومعظم الوظفين. اطلقوا صراحهم بعد استجواب استمرار اربعة وعشرين ساعة. صدروا آآ 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 تلبيان واجهزة الكمبيوتر ووسائق الخاصة بالمدرسة. المدرسة دي بتقدم خدماتها للطلاب اللي بتقلع عمرهم عن 18 سنة وتعتبر لتنمية الموسيقيين المسيحيين. مش عارفة ايه الجريمة الحقيقة. او هم اخدوهم وحقق معهم آآ على اعتبار ايه والتهم ايه? يعني حاجة فعلا عجيبة جدا. آآ فاكرين بقى اللوحة اللي هي يعني اعتبرت اغلى لوحة في التاريخ لانها بيعت بسمن كبير جدا وكانوا بيقولوا ساعتها ان محمد بن سلمان اللي اشتراها. اللوحة اصارت الجدد آآ الجدد مجددا وآآ محدش فاهم برضو آآ هي مختفية. اللوحة دي فين? وما حدش عارف الحقيقة. لوحة المسيح المخلص عادت الى الواجهة لتصير الجدد مجددا بعد اطلاق فيلم حول حاجيقتها. الفيلم كان اسمه زالوست ليوناردو. او ليوناردو المفقود. آآ الحقيقة اللوحة دي زي مولت لحضراتكم تعتبر اغلى لوحة لانها بيعت في مازات بربعمائة وخمسين مليون دولار. بعد كده اختفت. كان في تقارير علامية بتقول ان ولاية العهد السعودي الامير محمد بن سلمان هو اللي اشتراها. لكن ما فيش تأكدات رسمية للموضوع ده. وكانوا بيقولوا ان هو احتمال يكون ليوناردو هو اللي رسمها. لكن في بعض المختصين قالوا غالبا حد من تلامزة ليوناردو مش ليوناردو نفسه. وعموما الجدل عاد الى السطح مرة تانية بسبب اطلاق الفيلم اللي هو آآ ليوناردو المفقود او زالوست آآ ليوناردو. بالنسبة للبابا فرانسيس والزيارة اللي بيقوم بها حاليا للمجر. الحقيقة من ضمن الكلام اللي اتكلم عنه هو حذر من معادات السامية. حذر البابا فرانسيس خلال زيارة قصيرة الى المجر من ان خطر معادات السامية لا يزال كمينا في اوروبا. وهذا التحذير جاء بعد لقاء البابا فرانسيس برئيس الوزراء المجري آآ فيكتور اربان. والرئيس الوزراء هو شعباوي ومناهد للهجرة. كان اختلف معاه البابا بشكل شديد وواضح بشأن قضية اللاجئين. اربان بيتهم باتخاذ مواقف معادات السامية لكنه وصف هذه الاتهامات بالسخيفة. كان فيه منشور على فيسبوك بيقول آآ قال رئيس الوزراء انه طلب من البابا فرانسيس الا يدع المجر المسيحية تضعف وتهلك وتهلك. وكعادة البابا لما بيروح اي مكان بابا فرانسيس بيكون فيه احتفالية بالقداس في مكان كبير عشان يجمع كل المسيحيين اللي موجودين هناك الكاثوليك اللي حيبين ان هم ما يحضروا آآ آآ القداس. فالحياة كان فيه احتفال بالقداس في ساحة الابطال في بودابست. وفي اسناء القداس او من يعني الكلمة اللي القاها البابا آآ فرانسيس اثناء القداس كان الحقيقة اشاد بالدولة المتمسكة بآآ جزرها المجر. ودعا المجريين الى الانفتاح على الاخرين في اشارة الى السياسة المناهضة للهجرة. وطمعا انتم عارفين يعني الفترة اللي فاتت كلها كان كل الحاجة المهاجرين لاوروبا كان المجر دايما بترفض دنيا تستقبل اي لاجئين او اي مهاجرين ومعتبرة انه بيبقى فيهم مندسين وان هما هدفهم انهم يغيروا الايدولوجية الخاصة بيهم او الايمان الخاص بيهم. عشان كده كانت كثيرا ما ترفض دخول مجري دخول مهاجرين او لاجئين. فالحقيقة ممكن البابا كان بيقول لهم برضو محتاجين ان هما ينفتحوا شوية على الاخرين. آآ هذا الاحتفال بالكداس كان في ساحة الابطال بوسط بودابست في المجر. بعدما شقة البابا زي ما شفنا كده طريقه آآ في السيارة الخاصة اللي آآ اللي غالبا ما بيكون في اي مكان بيكون في تجهيز هذه السيارة للبابا عشان يحيي آآ من خلال وجوده فيها السيارة المكشوفة المتجمعين والآآ اللي هما جايين لحضور آآ القداس الالهي. وطبعا شايفين حضراتكم برضو لحد كبير هناك يمكن مرعى برضو للتباعد آآ الاجتماعي. آآ بنتمنى ان تكون زيارة البابا يعني آآ تؤتي بثمار وآآ يعني آآ زي ما بنقول برضو بنصلي في ختام الجزء الخاص بمسيحي العالم ان احنا بنصلي من اجل كل المهاجرين ومن لاجئين ومن اجل كل المتهدين المسيحيين في كل العالم. بالنسبة الحياة ابتدي معاكم بهم معنوين مصر لانه في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كان في تصرحات ممتازة للرئيس السيسي لقت طبعا تأييد من كسرين وبردو ردود فعلة طبعا غير راضية من اخرين. الحياة الرئيس السيسي ممكنها لينا فترة وهو بيتكلم حتى في المداخلة اللي كان عملها آآ في احدى البرامج آآ وكان بيتنقشوا فيها عن آآ موضوع آآ كابل وكده. فهو اتكلم عن احترام العقائد وحرية العقيدة وكل هزا هزيه الامور. اكد عليها الرئيس من خلال هذا المؤتمر اللي هم كانوا بيحطوا فيه استراتيجية لحقوق الانسان. هنستمع لاجزاء من هزي من الكلام اللي قاله الرئيس السيسي الحقيقة اللي زي بيقول لقى تأييد من كتير من المثقفين والوعيين وطبعا اكيد اللي هو اعترض اكيد يعني بالنسبة لهم اللي هو شايفين انه زي يقول كده اكيد منهم الاخوان والمتأسلمين واللي هم مش راضين على انه يكون في حرية معتقد وعايزين يعني اللي هو يجبروا الناس على لا اما تبقى معانا لا اما نقتلك يعني. ودي كانت طبعا مفاجأة ليهم صادمة شوية رئيس دولة زي مصر يتحدث مثل هذا الحديث. اشكالياتنا اللي كانت موجودة في 2011 انا كلمت عليكم هي دي الاشكاليات اللي قدت الى عدم احترام حقوق الانسان في مصر. بما فيها يتقال ان مثلا في عدم احترام ممارسات وشعار اخرين. وانا قلت الكلمة دي قبل كده. انت زعلان ليه لما تشوف كنيسة او معبد يهودي. وانت مسلم. او العكس. ليه? وعشان كده الممارسة ما كانتش ان احنا قلنا نطلع قانون بس كده. او نتكلم في الموضوع ده كده. احنا عملنا ممارسات فعلية تتؤكد احترامنا لعقائد الناس. كل الناس. واحترامنا لعدم الاعتقاد. طيب انا بقولي الكلام ده وانا فاهمه من منظور ايه? ديني مش من منظور حضاري. ثقافي. فكري. لا ده دين بقى. اللي عايز يسلم يسلم. واللي عايز ما يسلمش ما يسلمش. اللي عايز يؤمن يؤمن. واللي عايز ما يؤمنش ما يؤمنش. ده دين. هو حر. لا حزبه واحد بس. ربنا سبحانه وتعالى. مرة تانية انا بشكركم. يا قسي الشريف بيجي بنت نمازج. لا انا عايز اقوله بصراحة ايه? هو ان في مقربة اه يعني تنظرية مهمة. لكن في مقربة تنفيذية اهم. لان انا لو ما قدرتش اعمل المقربة التنفيذية الكل اللي انتو بتقولوا عليه ده مش حابة فيه اساس حابة كلام بس. واحنا نستطيع ان احنا نقول كلام جميل. وكلام متردب وكلام يتسمع الناس كلها تقبلوا. لكن ازاي نحول كلامنا ده الى ممارسات الفعلية. اتكلمت عن الخطاب الديني. اولا لما قلت الاستاذة مونة لما قلت على موضوع ده وثيق للطلاق. انا نشفت دماغي مع المؤسسة الدينية اللي رفضت ده. لا. انا سبت الموضوع يتفاعل مع المجتمع. سبت يتفاعل مع المجتمع عشان ومع المؤسسة دي حتى ما ما اصطدمتش معها. مش عشان رفض الاستضام فحد ذاته. ولكن عشان احتراما لمنطق الزمن وتغيير اه وتغيير الناس. مش بسهولة ابدا ان احنا نعمل ممارسات في فكرة احترام الاخر واحترام الاعتقاد او عدم الاعتقاد. عدم الاعتقاد انا احترمه? نعم. لو واحد قال لا انا مش مسلم ولا مسيح ولا ياهودي ولا اي دين في الدنيا. انت حر. انت حر مش معناه ان انا مش غيور على لا والله. ده انك مني غيور على ديني? باحترم ارطه. لان الاصل في الموضوع هي الحرية. حرية المعتقد. حقيقة ان ربنا كفالها لنا. قالك انت حر. تؤمن او لا تؤمن. والكلام ده انه كتير في كلامنا. مع عنصر بقاله تسعين سنة تقريبا. قاعد بينخر في عظم وعقل ووعي الانسان في مصر. تسعين سنة بيعمل كده. انت لازم تكونوا عارفين يعني اذا كان في حركة تنمية عالية فهي اساس للبناء عليه. زي ما اسمعته طبعا كلام الرئيس السيسي بالنسبة الحرية المعتقد. بالنسبة انت ايه يا مسلم? ليه بيضايقك انك تشوف كنيسة او تشوف معبد يهودي انت ايه مشكلتك? اللي يؤمن يؤمن اللي ما يؤمنش ما يؤمنش وهو برضو اكد انه ده كمان بيكفره الاسلام يعني الاسلام كان بيقول كده يعني من اراد يعني ان يؤمن فليؤمن من لم يريد يعني فبرحته يعني ايه ايه المشكلتكو? يعني ايه اللي انتو تعبكو في المواضيع دي كلها? انت ما تجبرش حد على انه هو يعني خلاص ازا انت شايف الصحة انت برحتك شوف الصحة لك بتجبرش حد ان هو يبقى معاك نفس الكلام قاله برضو على الايدولوجيات والحاجات الخاصة بالاخوان والدنيا دي وقال لك يعني هما اوكي عايزين لازم ان احنا نبقى يعني نؤمن بالكلام اللي هما بيقولوه نكون معاهم وإلا يبقى انقلاب واللي حصل ده كله طبعا من قبل من طبعا الاخوان والعملول الايام اللي فاتت. المهم ان دي الحقيقة بتعد اول استراتيجية متكاملة وطويلة الامد في مجال حقوق الانسان بالنسبة لمصر. بتتضمن تطوير سياسات وتوجهات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد منها الملفات زي تصلة والبناء اللي هي منها ملفات حرية المعتقد انه اه ما حدش يجبر حد على حاجة انه يكون فيه اهتمام بالمرأة حقوق الحقوق والحريات والاحتحديات اللي بتواجه اه مصر الحقيقة واللي دايما كل شوية بيكون فيه التقارير العالمية والدولية بتنتقد مصر في مجال حقوق الانسان. فكانت دي اهم التصراحات اللي احنا سمعناها لحضراتكم اللي كانت اتقالت واللي اه كان الرئيس اكد عليها انه يعني ما ينفعش اه ان احنا نبقى منشفين دماغنا برضو زي ما هو تكلم عن موضوع الطلاق وتوسيق الطلاق وقال لك انا ما استضمتش بالمؤسسة الدينية وطبعا يقصد اه الازهر فانه مش مفترض خالص انه الموضوع يكون ليه علاقة بانه اه كل واحد يعني اه اكبر حد على دين فبيقول انا عاوز مصر قد الدنيا بكل المعايير والقيم والله يعلم الله يعلم الله يعلم ما في نفسي ده الكلام اللي قاله قال برضو لا اميز المرأة ولو احنا مسلمين وبشر لازم التعامل معيها بكل احترام تحدث بقى عن ثورة 2011 يعني هير 2011 وقال عنها ايه كانت شهادة وفاة للدولة وقال بعد 2011 قلت ان الدولة بتواجه تحديات على جميع المستويات منها الديني والسياسي وكلامي ما تغيرش يمكن ده برضو كان مفاجأة او يعني زي اللي هو تصريح يعني في موضوع الصراحة اللي هو يعني ويمكن انتو اخدين بالكم انه كان اه يعني كتير قوي يتكلموا انه الموضوع ان الثورة هنا مش ثورة 2011 لأ دي الثورة يناير 2011 لأ الثورة الحقيقية هي وقت ما ازحت الاخوان عن الحكم يعني هي دي كانت الثورة الحقيقية للشعب المصري قال الرئيس السيسي ان المجتمع على مدار تسعين سنة كان بيتم صبغه بفكر معين اللي هو الفكر والايدولوجية المتأسلمة والفكر اللي هو اه مصر على انه اي حد مختلف معاك في الديانة يبقى كافر ما نعيدش على المسيحيين الفكر ده كله يعني ياريت يفهموا ما وراء هذه الجملة يعني فيه صبغة بفكر معين قال لك انا مش بختلف مع حد لكن ما يتقطعش معي ما يستهدفنيش ما يبقاش ضدي انت برحتك اوكي ده فكرك قال لك فيه ان جامعات شكلت ثقافة التشكيك وعدم الثقة في الدولة على مدار السنوات الماضية ما اقدرش اغفل ستين مليونة واكتر بيعيشوا في الريف المصري وده برضو اللي هو بيحاول يعمله بالنسبة لحياة كريمة والاهتمام بالتنمية والريف المصري وانه ده برضو جزء من حقوق الانسان قال لك لو حد عايز فرض تمييزه الثقافي على احد المجتمعات فده يعتبر مصار ديكتاتوري الدولة اهتمت بالتدابير الاجتماعية لتخفيف اثر الاصلاح الاقتصادي على محدود الدخل وقال برضو ان دولة زي مصر عاوزة على اقل انفاق عام لا يقل عن ترليون جنيه سنويا وللرقم ده موجود حسبوني اتكلم برضو بيقول انها بتكلم مع الحكومة كتير وده شغلنا وده بلدنا وعاوزين نحط اهلها فوق دماغنا وموضوع المرأة برضو انها تاخد حقها بجزئية برضو توسيق الطلاق والزواج برضو يعني الزوج عفوا نتعود يمد رجله قوي وهي ما تاخدش حقها يعني فبرضو بيحاول ان هو يحفظ حقوق المرأة من هذه الزاوية يعني برضو تكلم الرئيس وجاب سيرة علاج فتاة من اسيوت وقال ان احنا بنقدم علاج تمييزي يعني في اسيوت ما تتعليكش كويس ويبقى في استغاثة عشان نتدخل هو ده كلام برضو هو في دولة كده وقال لو انا اتكلمت على القطاع الصحي هتزعله خلينا نشوف برضو قال ايه بالنسبة لموضوع فتاة علاج فتاة اسيوت شريف لما لقي منا تطلب علاجها ما اللي هي كانت فين هي كانت في اسيوت فين يا استاذ كانت في اسيوت البنت اللي دست عليها العربية احنا مش قادرين نقدم علاج بنقدم علاج تمييزي مش كده علاج تمييزي يعني ايه يعني في الاسيوت ما تتعليكش البنت كويس ويبقى في استغاثة ومطلوب ان احنا نتدخل عشان تتعالب ده كلام هو في دولة كده العلاج يتقدم لاي انسان اي مستوى اقولي بس زي وزي ده حق طب انا قدرت اقدمه انا بتكلم بعد سبع سنين يا سيدس برهين مقدرش ومش قادر اقدمه ممكن وزارة الصحة تزعل استهدفت بمبادرات اللي يعني قلت ايه طب انا اخش على خضايا بعينها احله بيروسي اخش عليه اروح شايل من المجتمع المرض ده بفضل الله سبحانه وتعالى اخش على حاجات اخرى زي يعني الكشف عن امراض السرية وغير السرية واشوف واعمل واستهدف ده واستهدف الحالي حق تماما في انه المفروض انه العلاج يقدم في كل مكان بشكل يعني عادل ما ينفعش ان تكون في دول الصعيد مسلا فيش اتمام تلاقي علشان تعالج صح تروح مستشفى معينة او توصل الامر انك يعني بقى في استغاثة فاعتقد يعني اتمنى ان انتي برضو تبقى من دم للستراتيجيات اللي يتم العمل عليها وزي ما قال لوزارة الصحة تزعل وان هو حاول في حاجات معينة كبيرة لكن بنتمنى ان المنظومة كلها تبتدي تتصبت طيب لو احنا بنتكلم عن انه كل واحد حر وانه مش مفروض ان يكون فيه تمييز كان موضوع خانة الديانة والغاء خانة الديانة من البطاقة موضوع مهم جدا والحياة نجح الكاتب ابراهيم عيسى ان هو يصير الامر ده مش بس كده ده كمان اثار موضوع برضو شائك وبتكلم عنه باستمرار انت لو انت عندك مادة الدين بتعلمها في المدارس يبقى خلاص الدين الاسلامي باياته والدين المسيحي ايضا بقيمه والتدريس يعني الدين كدين دي حاجة خلاص لها في حصة الدين يعني ولو انه برضو كان ناس بتقول لك الدين يتعلموا في الكنيسة لكن هو برضو اثار نقطة انه ليه مازال لغاية دلوقتي في مناهج اللغة العربية فيه ايات كرآنية طب ما انت مش حاطط حاجات مسيحية هو ليه اساسا يكون فيه ايات او يكون فيه كرآن في مادة عربي في لغة عربية يعني ما يعني مش مفترض انها تكون موجودة فدول نقطتين مهمين جدا كان اثارهم الكاتب الكبير ابراهيم عيسى اثناء هذا المؤتمر بالنسبة لستراتيجية الحقوق حقوق الانساني قراءة الطلبة بيدرسوا ايات قرآنية ويطالبوا بمحافظ احاديث نبوية ده في مادة الدين انما ليه في مادة القراءة واذا كان في القراءة والنصوص بتدرس نصوص اسلامية طب فينه النصوص المسيحية فينه النصوص حتى اليهودية اذا كنا عايزين نعلم ولادنا فعلا احترام الاخر فانا ليه يحفظ بس نص ديني اسلامي ولا يحفظ نص ديني قبطي مش موجود اصلا نص ديني قبطي موجود في مناج القراءة ومن ثم حتى واحنا بنتكلم على خانة الديانة وسيدة الوزيرة بتكلم على البطاقات الجديدة انا مش متصور اهنو خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر اتفرض سنة ستة وخمسين انا لا اعتقد واحنا بنتكلم على الاستراتيجية واللجنة العليا الديامة حول الانسان وبنعمل استراتيجية ان احنا نبقي على خانة الديانة ما ليش دعوة انا بدين المواطن خالص يوقف اصاد الخدمة العامة واصاد موظف واصاد الجهة الامنية واصاد لا علاقتها للمسؤول بديانة من امامه عشان يعرفها ما عرفهاش القيم دي احنا تقول لي اذا يننشر السقافة في المجتمع ننشرها كده بقرارات تبدو احيانا قد تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية قرارات تبني دولة مدنية ديمقراطية دولة مواطنة بشكل حقيقي وكامل نقدر ننافس بيها في مرحلة تنمية مصر احنا مصر في حالة نمو وكلنا بنشهد الموافق كان موجود وزير العد للحقيقة المستشارة عمر مروان يا ترى رد ازاي الحقيقة كان رافض لموضوع آآ انه يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة واعتبر انه في ضرورة وحاول انه هو يقنع الناس بضرورة اه الديانة يعني في البطاقة قال لك علشان اعتبرات اجتماعية خلينا نسمعه وبعد كده نعرف ردود الفعل كانت على هذا الموضوع الحساس اللي الحقيقة عادت ابراهيم عيسى انه دايما بيختارك المسكوط عنه احنا ليه محتاجين خانة الديانة المحش مش مهمة في البطاقة الشخصية المهم ان احنا لازم يبقى عندنا اسبات رسمي للديانة ليه لان انا عندي حقوق حتترتب على هذه الديانة في الزواج والطلق والمراس هتثبت ازاي ده ديانتوا ايه علشان نرتب له هذه الحقوق فلان احنا هنا ما عندناش قانون واحد بيمشي على كل المصريين في الزواج في امور الاحوال الشخصية وزيلا مسيادتك تعلم ان الدستور نفسه بيقول ان المسلمين لهم شريعتهم بتحكمهم في مساء الاحوال الشخصية وايضا المسيحيين وايضا اليهود لكل منهم احوالهم الشخصية يرجعوا لشريعتهم فانا هنا مضطر ان يبقى عندي اثبات رسمي ايا ما كان الشكل لكن المهم يبقى فيه اثبات رسمي للديانة اي ما انا انا يهمنا ان يبقى فيه اثبات رسمي علشان هذا الميزة الاساسية هو حالة النقاش فده ده حالة النقاش كلها يا نور فرحات استاذ القانون واثر يعني رد على حقيقة على كلام وزير العدل وقال انه الغاء خانت الديانة من بطاقة الهوية من اولويات المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين اللي ذكر وزير العدل في ند وتحول الانسان سبق ان تردد من مسؤولين سابقين ولكنه مرضود عليه قال لك اخيات الديانة مضروري عشان حفظ حقوق المصريين في مساء الاحوال الشخصية طب انت ممكن جدا انك انت يستخرج من من مصلحة الاحوال المدنية بقيان منفصل بالحالة الدينية في حالة لزوم ذلك يعني مساء الزواج او طلاق يعني اذا لازم الامر لكن انت مش محتاج انها تكون في البطاقة وللوقت لو انت في حاجة معينة ومحتاج هتستقدر تطلع بيان عادي جدا جدا قال لك اغلب دول العالم ما فيهاش بطاقات هوية فيها بيان الديانة زي مثلا تونس سوريا الاردن فلسطين اهي دول اسلامية وما فيهاش خانة الديانة ولبنان وغيرها فقال وانه كمان جواز السفر المصري خالي من خانة الديانة وهو صالح كمستند لاثبات الهواء طبعا برضو اخواتنا الاخوين واخواتنا المتأسلمين وناس برضو من المعترض قال لك لأ ايه يعني ايه تلغي ديانة انا عايزة بقى ديانتي انا مفتخر بديانتي وعايز ديانتي تبقى موجودة في البطاقة جي ناس تانية وقال لك ايه قال لك اصل هو الموضوع يا جماعة مش فكرة خانة الديانة الفكرة الفكر بتاع البني قدمين نفسه لانك حتى لو انت لغيت خانة الديانة هيقول لك ما انت الاشخاص باسماءهم بتبقى مبينة محمد مصطفى احمد مسلم ايه جرجس اه يعني اه مرقس اه مسيحي فيبقى انت كده هتقعد برضو تسأل زي ما بيحصل كان في بعض الاماكن اللي ما بيكونش فيها تقديم المستند ده اللي بيبان فيه لديانة كانوا يعودوا مسلا في انترفيوه في امتحانات في حاجة يحاول يعرف اللي قدامه ده مسيح والمسلم ويخليه يعود يقول الاسم بتاعه سلاسي رباعي عايز يعرف اللي شخص اللي قدامه ده مسلم ام مسيح طب انت عايز تعرف ليه لو احنا بنتعامل كبشر يعني بدون تمييز مش مفترض انك تعرف اه ديانتي ايه فبالتالي طبعا زي ما اه يعني هنشوف كده في بعض رتود الفاعل كانت على الموضوع ده اه زي مسلا دكتور جابر عصفور كان بيقول من يدافع عن استمرار خانت الديانة في البطاقة الشخصية لم يقرأ الدستور لانه المفترض ايه اللي يضيقني في ان ديانتي تكتب جنب اسمي طبعا دكتور امنا نصير فزي ما بقوله حضراتكم بدأ طبعا ايه العضو هيئة التدريس بالازهر قال لك الدين كالزواج يشترد في اه الاشهار معرفش اعلقته بالمعلين لكن هو كان برضو من الناس المؤيدين ان ما تتحذفش يعني تفضل موجودة اه مصطفى رجب كان بيقول اللي بيطالب بحسف خانت الديانة بتدريس ثقافة اليهودية يحتاج لفحصه عند طبيب تعرفون تخصصه من غيرا اقول يعني معرفش بصراحة انوية يعني كان فيه ده ده يعتبر هجوم لشخص ابراهيم عيسى ما علينا اه كان برضو بتقول هنا رأي ان هي شايفة ان الناس اللي عايز تلقي خانت الديانة وخانت العمل وخانت المؤهر في البطاقة ما حدش قال ابدا قال كل دول يعني هو الكلام كان خانت الديانة بس ما عارفش انت جامعتي كل ده ليه فقالت لك يبقى احنا احسن حل اننا نلبس حديدة في رقبتنا عليها الاسم ورقم التليفون عشان لو تهنا ولا حاجة او نطلعها لقفة كل واحد المهم يعني قالت لك نلغي البطاقة خالص علشان حوارتها اعتقد هي محتاجة ان هي تفهم امور كتيرة لانه واضح ان هي الدنيا مختلطة عندها بامور كتيرة جدا اه انا شايفة انه مع الغاء خانت الديانة ببطاقة لازم بقى نلغي خانت الاسم لانه كتير ما يدل على الديانة اللي احنا عايزين نخبيها اصلا والغاء خانت النوع كما اه كمان برضو معارفش الناس ليه دخلوا في حاجات كتير تاني الفكرة الفكرة باختصار ما فيش بطاقات في الدنيا ولا اه اسبات شخصية يعني ده اسمه اي دي او اللي هو البطاقة فيش حاجة اسمها دي انت كايه انت كانسان لكن ما حدش قال لك هنلغي وظيفة ما حدش قال لك برضو اه الناس اللي بتهتم بالاسم عشان تعرف مسيحة ولا مسلم ده هم دول اللي عايزين تعالجه فعلا صحيح يعني فاعتقد يعني انه اه برضو يعني اه قال لك اه في مواطن هيرتكب فحشة في الشارع مليكش دعوة بيه هيجيب سانم ويعبوده مليكش دعوة بيه هيرفع يفطى مكتوب عليها ارحل آآ يا بوتن آآ استاب يامني ده حكمه وعدمه فالنصوص الاسلامية في مادة اللغة العربية النصوص صغير الاسلامية مترجمة من نصول غير عربية ازاي هنجيب ده هنا ده بقى رد على الموضوع بتاعة بتاع المطالبة بانه ميبقاش فيه نصوص فبرضو آآ وخانت الديانة رد آآ رد عليك فيها نائب وزير العدل رد كافي يعني واضح كده من الاغلبية التعليقات انها مش مؤيدة وفي نفس الوقت بتحميل وهجوم ولدرجة ان انا سمعت برضو يعني واحدة من الناس اللي مطلعين حاجات كده ومنتشرة على مواقع على الفيسبوك مثلا عامش برنامج غريب كده وعملت نفسها انها قناة قالت لك ابو حملات يعني برضو الفكرة انه انتو يا جماعة مش عايزين تفهموا مش عايزين تفهموا انه مفيش حاجة سمعتها ميز مش عايزين تفهموا ان احنا بنحترم كل واحد يحترم الاخر كل واحد يحترم الرأي الاخر وانه في نفس الوقت وهو مطلبش حاجة يعني اللي هي مش موجودة يعني في العالم دي فيش حاجة اسمها مستند انت مالكم هال ديانتي ديانتي دي عندي ربنا مايتمشي معها اللي بيقوله رئيس السيسي من حريات المعتقد فاعتقد يعني ان احنا يعني الله اعلم ازا كان يعني ممكن ييجي يوم الايام وتتحقق فيه قصة الغاب ديانة ويبقى فيش تمييز وانه تتلغي المادة التانية مدستور ما احنا بنتكلم بقى لو انت عايز حق انسان وميبقاش فيه تمييز ويبقى لكل سواسية لازم مايبقاش برضو للدولة دين ده كل ده يعني وفي نفس الوقت برضوك الناس اللي هو قال لك انه نضفوا العقل قبل ما يعني او خلي الفكر نفسه اللي هو يتغير انه مايبقاش مهتم انه يعرف اللي قدامه مسيحي او مسلم ولا الدنيا ايه ولا انه تكفر غيرك يعني ده موضوع فكر وليه موضيع تاني الحياة الرئيس السيسي الفترة اللي فاتت كان برضو في شاركة في افتتاح منتدى مثل التعاون الدولي والتمويل الانمائي في نسخته الاولى وكان برضو اكد على اهمية تحقيق التكامل الافريقي من خلال تفعيل قليات تنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية والحياة برضو انه هو كان من الحاجات القوية جدا وناس اعتبرت انه هو فعلا كده هيبقى فيه يعني زي ما بنقول رقابة على كل الحاجات الصيني اللي بتدخل وانه ما ينفعش تدخل مصر الحاجات اللي هي الدرجة للخمسين وانه لازم تدخل مصر الحاجات اللي هي يعني الصناعات الجيدة جدا الرئيس برضو تفقد الايام اللي فاتت العاصمة الادارية الجديدة وشاف برضو الموقف التنفيذي والانشاء العدد من المنشآت في العاصمة الادارية زي دور الابرة الجديدة مبنى البرلمان مسجد مصر زاحت الشعب مشروع المحطة المركزية لحافلات اللي احنا يعني شايفين فعلا مجهودات للرئيس السيسي يشكر عليها وبنتمنى ان المجهودات دي كلها والكلام اللي قاله جميل جدا ده يعني يبتدي بقى يكون فيه تفعيل حقيقي وبقرارات بالنسبة لموضوع حرية المعتقد والامور دي كلها نرى تنفيذ وخطوات يعني تنفيذية تخلينا نحس فعلا بانه فيه تغيير وانه فيه استراتيجية هتبتدي تنفس حقيقي كلها في حدود او كلها في اطار حقوق الانسان اهم الاحداث اللي كانت حصلة الايام اللي فاتت في مصر برضو واللي اخدت اهتمام كبير جدا ان احنا اتفاجئنا بالنسبة لوقعت فتاة الفستان بانه النيابة برأت المراقبات اللي هم كانت اتهمتهم حبيبة طارق الحياة والدها رفض التعليق على قرار نيابة العامة برفض شكوى ابنته واعتبارها جوفاء ولا قدلة على صحتها وفق سائل محلية التبرئة دي جات من خلال بيان وقالوا انه ما كانش فيه ما فيش اي دليل البنت اللي كانت صاحبتها اللي كانت معاها للأسف يعني نفت انه حصل حاجة زي كده امور كتيرة كانت حصلت بالنسبة للنيابة عندها الاوراق والشهود والكاميرات ومن الاول كانت حبيبة طارق الحياة لفتت النظر الى الامور دي فبالتالي يعني انه الامر وصل لدرجة برضو انه ناس كتير بدأت تتهمها بان هي عملت كده علشان خطر الشهرة والكلام ده كله وطبعا والدها رفض انه هو يعلق وقال هيبقى فيه بيان وهيستمر برضو بالنسبة للامور الامور اللي هي يعني القضائية وهيشوف محامي المحامي اللي مسك القضية برضو طبعا انه البيان البنية كان بيقول ان الشكوى جاءت جوفية مرسلة لا تركة لمرتبة الدليل لا نجد ما يعضدها بالاوراق وانما جاءت هزيلة وفتكرت لأي دليل على توافر اي من اركان الجرائم المصار شبهتها وخلط الاوراق من اي ادلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت الي الشكاية حبيبة طارق من اتهام وجاء تصويرها للوقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل واكدت مذكرة ديابا العامة ان الشهدة الوحيدة اللي استعانت بها الطالبة لم تسير الشكاية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد دعاقات الطالبة حبيبة طارق يعني ما فيش اي دليل هم عايزين دليل المهم انه المراقبين بقى اللي هم السيدتين المنقبتين بدأوا قالوا ان هم هيتقدموا بشكوى رسمية ضد الطالبة حبيبة طارق وانه هم التزموا الصمت بس طول هذه الفترة وتعرضوا الايهانة والاتهامات بالكسب وكانوا منتظرين قرار النيابة عشان يبتدوا يعملوا الخطوات اللي بعدية البنت بقى ردت على الكلام الكتير اللي انتشر وقالت لهم يعني بصراحة طبعا عربت عن حزنها وصدمتها بعد اعلان الجامعة براءة مراقب اللي جان وبتقول انها لانت تراجع عن استعادة حقها والمواصلة في استكمال رحلة البحث عنها او عن الحق ده عنه يعني وهتبحث الموقف القانوني مع المحامين وقالت برضو ان هي مش تسيب حقها وبتقول طيب انا هضيع مستقبلي وهشهر بنفسي عشان ايه؟ حزبي الله ونعم الوكيل في كل حد شاف الحق قدام عينه وقال ما حصلش كل واحد كان سبب ان حق يضيع وان عمر يضيع بالشكل ده يعني بتقول طب انا يعني هعمل ده كله ليه؟ فالحقيقة ده كان الامر الخاص بموضوع فتاة الفستان وهنشوف برضو التطورات والحاكم برضو تكتب انها ممكن في حالة ادانتها يكون في احكام ممكن تصل الى حبسها هنتابع الموضوع ونشوف موضوع تاني كان يعني اساء كثيرين جدا وهو مقطع اللي كان انتشر اللي هو حضراتكم مقطع رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس اللي هو مفروض يكون قدوة عمر خيري يبيهين ممرد وبيأمره باستجد لكلبه والمشكلة انه غالما هو قال كلام حق ليه علاقة بكلبه ان دي مش اول مرة والكلب بالنسبة للدكتور يعني اهم حاجة وحاول يرطلب من الممرد انه هو يصلي للكلب او يسجد له وبعدين قال له طب انا هتدي له تعزيم سلام كانوا عاديين يخلوه ينط كده بالمنظر ده يعني امور مهينة جدا جدا الطبيب بقى كان بيقول بصراحة انه هو بالنسبة للمقطع ده انه هو قال ان الجزء الاخير مفبرك ان التليفون بتاعه كان تعرض لواقعة ابتزاز وكان فيه هاكر هو اللي كان هاكر من ازربيجان ومعرفش يسرق حسابه وهو اللي اللي نشر المقطع ده وكان بيساومه عشان يتقادى مبالغ مالية وانه هو قالك انه كل الحكاية احنا انا متعود ان انا اهرج مع الممرد ومفيش اي حاجة من الكلام ده كله المهم ان الممرد عادل سالم الحقيقة انه كان ليه تصرحات بعد ما انتشر الفيديو وقال ان الفيديو ده كان قديم وانه هو طبعا مستقل وانه حياته تقلبت تماما بيقول بقى اللي نشر الفيديو ده ازاني في لقمة عيشي واساء لي وإلى اولادي كفاية تشهير بي انا اتأثرت جدا بكتش قادر امشي في الشارع برضو حسبيا لو نعمل وكيل في الدكتور اللي اكبرني اعمل حاجات دي مش قادر اتحمل اشوف الفيديو الواقع حصلت من ستة شهور سببها انه الدكتور كان بيمتالك كلب والكلب مات وقال لي انه جاب كلب جديد بعشرين الف جنيه وكانوا مجهزين الفيديو فجأت بانتشاره فده كانت الكلام اللي قاله الحقيقة انه هو تعرض لازمة صحية ودخل على اسرها للمستشفى وبيقال انه طبعا يعني حالته النفسية وتصدم جدا بعد انتشار الفيديو الموقف الحقيقة اللي كان من نائب العام حمادة قصاوي انه امر بحبس هذا الطبيب والموظف اللي ظهره في الفيديو والتهمة هي التعدي على ممرد وتم طبعا اخذ بعض الاجراءات وده كان الحاكم النيابة العامة اعتبرت انه فيه اتهامات كثيرة جدا وجهت لهذا الطبيب والموظف اللي معاه والنهاردة امر قادي المعارضات بمحكمة العباسية بتجديد حبس الطبيب والموظف باحد المستشفيات الخاصة خمستاشر يوم على زمة التحقيقات طبعا فيه ناس اخذتها برضو بموضوع انه هو كده متهم بازدرال ديان يعني ايه قول سجود للكلب لكن الحقيقة هي في المجمل اهانة صعبة جدا انها تتعامل بجد يعني حاجة غير طبيعية كان فيه بقى دكاترة بقى ده اللي لفت نظر انه كان فيه دكاترة معلقين على الوقع دي يا جماعة انتم بالكوا فيه ايه عادي يعني انه دكتور يتعامل مع الممرد بالشكل ده ايه يعني احنا لما كان بيجلنا فيه دكاترة جداد كنا بنعمل معهم معرفش ايه ونجيب معرفش ايه فاسد ونقعد ندهانهم بيه ونقعد مش عارف نخليهم يرقصوا ايه ايه جماعة ده يعني هل ده فعلا ترند بالنسبة لكم اي طبيب كبير في مصر يتعامل مع الاطباء الصغيرين او مع الممردين بالمنظر المخل ده جدا ليه ليه او ان هم حد يعني ماناكرة يعني ملهمش ايه ده ازاي لو ده فعلا بيحصل بجد مطلوب انه اي طبيب او اي حد اي طبيب من الاطباء الجداد او اي ممرد بيتم التعامل معه بالمهانة دي ما يسكتش عليها وهو ده يمكن مشكلة الممرد برضو انه هو الحقيقة وما كلهم اتوقفوا عن العمل علشان خاطر انه ازاي ما راحشوا وطلب انه يحصل تحقيق وانه هو تعرض لهذا الامر يعني الحقيقة فبالتالي الموضوع يعني موضوع صعب جدا جدا انه يتعامل اي حد باستعلاق ويهين اي حد يكون لسه جديد او ممرد معاه في الاسم اعتقد دي حاجة صعبة جدا جدا يعني ردود فعلي كانت كتير غضبة حول هذا الامر الحقيقة ومنهم طبعا الاستي الصحفي محمد رجب كان بيتكلم برضو على انه رئيس القسم العزام بجمعة عين شمس بيعزب ممرد كبير وبيتنمر عليه وعايز يسجد للكلب بتاعه ويصليله لانه على حد قوله ممرد شتم الكلب وان الكلب ده عرضه يعني هو قال كده ان الكلب ده عرضه يعني فاللي هو ازاي يعني مش بس كده كمان كان بيقوله هدده وان انا هكهربك وكل ده عشان يفضحه ويبقى ماسك عليه زيلة الدكتور ده لازم يتحاكم لازم ياخد العقاب اللي يستحقه بالقانون المهزلة دي ما ينفعش اتعدي اللي حصل ده اهانة لجمعة عين شمس وكل اللي عاملين فيها واللي حصل كده يعني ده اكتر من انه يبقى اهانة ده لو مرة عادي يبقى عليه العود في التعليم الجامعة معه وفي اي تعليم وفي اي تربية يعني هنكتفي بهذا القدر من الاخبار الخاصة بمصر وعشان ننقل لاخبار العالم اهم الاخبار العالمية اليومين اللي فاتوا هو احياء الولايات المتحدة الامريكية لذكرى 11 من سبتمبر ذكرى طبعا اكبر عدد من الضحايا اللي راحوا نتيجة هذا الهجوم الارهابي اللي كان فيه خطف اربع طائرات والدخول للطائرات في مبنى مبنيي او برجي التجارة العالمي وسقوط كل هذا العدد من الضحايا اشارك في احياء هذه الذكرى الرؤساء زي الرئيس اوباما والرئيس كلانتون نكمل التقرير كده برضو ونشوف الاجواء اللي كانت في احتفالية مرور عشرين عام على ذكرى هجمات 11 من سبتمبر هجمات 11 من سبتمبر اسوأ هجوم ارهابي عرفته الولايات المتحدة الرئيس بايدن وجه نداء للامريكيين لتنحية خلافاتهم جانبا واستعادة روح التعاون التي ظهرت في الايام التي اعقبت الهجمات ولم يفته الدفاع عن موقفه من الانسحاب من افغانستان اذا اردت ان تخبر شخصا انك ستنفق 300 مليون دولار يوميا لمدة 20 عاما لمحاولة توحيد البلاد بعد ان تم القضاء على بن لادن وتفكيك تنظيم القاعدة هل يمكن ان يعود التنظيم؟ نعم الى حد ما لكن خمنوا ماذا يجري لقد عادوا بالفعل الى اماكن اخرى ما هي الاستراتيجية اذا؟ هل نذهب اينما ظهرت القاعدة؟ ما هذا انه هراء لكن الرئيس السابق دونالد ترامب وجد فرصة ذهبية وشن هجوما لاذعا ضد الرئيس الامريكي جو بايدن وانسحابه من افغانستان شاهدت الخطبة يوم احياء ذكرى هجمات سبتمبر ولم يتحدث احد عن الحقيقة هربنا من افغانستان وتركنا امريكيين وراءنا واعتركنا ما قيمته خمسة مليارات دولار من افضل المعدات العسكرية على الاطلاق تركوها وراءهم وكان بامكاننا البقاء لشهر او ثلاث سنوات لكنهم فروا ويبدو ان حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة هي من جعلت الرئيس الجمهورية السابق جورج بوش لبي الذي قاد البلاد ابان هجمات سبتمبر لخوض معارك خارجية غزى خلالها افغانستان والعراق ثم يأتي بعد عشرين عاما للدعوة للوحدة ونبذ الخلافات السياسية وهو من كان يوما يرى ان من ليس معه في الحرب على الارهاب سيكون عدوا له زي ما شفتم شاهدين بايدن مازال بيدافع عن قراره بصحب قوات بلاديه من افغانستان لا يمكن ان اغزو كل بلد فيه تنظيم للقاعدة وفي نفس الوقت برضو كان لي كلمة كان بيتكلم فيها او بيدعو فيها زي ما دعا برضو بوش الابن للوحدة وان الوحدة لا تعني ان علينا جميعا نؤمن بشي نفسه لكن والضروري ان احنا نحترم بعضنا البعض وتبرق من فردية قرار الانسحاب وكان برضو طبعا بيتكلم عن انه 70% الامريكيين كانوا مقتنعين بان الوقت حانى لصحب القوات الحياة كان برضو فيه نقطة مهمة جدا هو موضوع انه تم رفع السرية الاف بي اي رفعت السرية عن وصائق كانت ليها علاقة بالسعودية هل في علاقة للسعودية بالهجمات وكالحية كان الموضوع برضو قالوا فيه انه كان فيه اتصالات ما بين منفذي هذا الهجوم واللي هم خطفوا الاربع طائرات وما بين مسؤولين سعوديين وانه الاتصال لكن ما فيش تورط للحكومة السعودية نفسها يعني ويمكن ده برضو اللي كان اتقال انه مكتب التحيات الفيدرالي الاصدر بعض الوسائق اللي تم رفع السرية عنها وانه ما كانش فيه اي تأكيد لعلاقة المملكة كحكومة بهذه الهجمات ولكن برضو انه الامر ده انه كان فيه موضوع طبعا تمويل تنظيم القعدة اللي وفرت حركة طالبان وسهلت ليهم ان هما يعملوا تنفيذ الهجمات دي علشان كده كان القرار انه الحرب على الارهاب والقعدة داخل افغانستان والحرب ضد طالبان يأتي برضو موضوع الموضوع بالنسبة للكشف السرية عن الموصائق دي انه كان فيه برضو النهاردة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بلوسي علقت عفون مبارح على مزاعم تعذيب موظف اغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة وقالت انها بتشعر بقلق عميك اذا ما زاعم التعذيب لعامل الاغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه ووصفت الحكم الصادر بحقه انه استمرار الاعتداء السعودية على حرية التعبير مع الكلام ده مع انه برضو كان فيه قرار بانه يتم سحب كان فيه سحب العفون وزير الدفاع الامريكي اجل زيارته الى السعودية وكمان الولايات المتحدة مؤخرا كان فيه قرار بسحب بعض المنظومات الدفاعية المتطورة بما فيها بطاريات صواريخ باتريت من السعودية رغم وسط الحوصلين هجمتهم على المملكة كل الاخبار دي مع بعضيها اعتبرت بانه فيه توتر في العلاقات السعودية الامريكية وهنشوف برضو هل فعلا التوتر ده ممكن يوصل لايه ولكن المحللين بيقولوا صعب جدا ان الامور تسوق وانه طبعا هيحل محل امريكا روسيا زي ما شفنا الصفقة اللي كانت عملتها مع تركيا صفقة الاسلحة اللي تعملت مع تركيا لما امريكا صحبت ايديها شوية وبالتالي اكيد امريكا هتحاول ان هي تبقي على العلاقات الجيدة مع السعودية ظهر فيديو للزواهري والزواهري هو زعيم تنظيم القعدة والفيديو اللي ظهر له ده كان الحقيقة انه بيهدد فيه امريكا مرة تانية وكان بيشيد بانه امريكا انسحبت من افغانستان ولكن هناك برضو كان بيتقال ان هو موجود في افغانستان طالبان نافوا ان الزواهري يكون في افغانستان كان فيه كلام عن انه هو تقتل الايام اللي فئته برضو كانوا بيتقال انه مش معنى ظهور الفيديو ده ان هو ما تقتلش ممكن جدا برضو يكون تقتل وكان فيه مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله يعني امريكا برضو ما زالت بتحاول تحارب الارهاب ازا كان متمثل في القعدة او في داعش او في حزب الله انتهى وقتنا على كده وان شاء الله نلقاكم على خير يوم الاربع والمزيد عن الاحداث ومرة الاحداث. الى اللقاء. اشتركوا في القناة